اشتركوا في القناة للملف طيب لما نبدأ في قيمة لأوت هنبص على اليسار هنلاقي حاجة اسمها المارجنس المارجنس طبعا هي الهوامش لما ندوس هنا هوت هنلاقي بيحدد لنا حجم الصفحة لما طبعا هنا ازود حجم الهامش فبالتالي حجم الصفحة نفسه هيقل طبعا عندك خيارات كتيرة لما بتتحرك زي ما انت شايفه الهوامش بيزيد فبالتالي حجم الصفحة بيقل او حجم الكلام بيقل نخش على النار هنهوات يعني اضايق مثلا الهامش هيبقى اقل ندوس اه زي ما انت شايف الهامش صغر جدا وبالتالي حجم الصفحة كبر وهكذا عندك باقي الخيارات تقدر تختار حجم الهامش اللي يلي بالصفحة بتاعتك وحسب خياراتك لحد ما نوصلتها في الميرورد واحنو اتكلمنا عنها في الحلقة اه السابقة ان الميرورد هنا لو انت بتطبع كتاب فصفحات الوقصات بعضها بيكون لهم نفس الهامش زي ما هو باقي انهوات عامني فبتقدر تحدد الهوامش وحجمها لو انت عايز تطبخها على شكل كتاب طيب ده كان بالنسبة لآه المرجنس لما نخش في اللي بعدها بقى واللي هي الوريانتيشن زي ما انت شايف انهوات عندك خيارين في الوريانتيشن البرتريت واللاندسكيب البرتريت يعني زي اللوحة زي ما بيقوله بتبقى دايما بالطول زي ما انت شايف الملف عندي هنا اهو اصغره شوية عشان تشوف شكله الصفحات هنا جاية بالطول طيب لو جينا اخترنا اهو زي ما انت شايف الصفحة بقت عريضة قوي فبالتالي خدت عدد كلمات اقل ولكن العرض بتاعها زاد ما بقتش بالطول بقت بالعرض ده اللاندسكيب وده ايه البرتريت طيب اه وهنا بدين جبقى الجزئية مهمة جدا ازاي انا اعمل جزء في الملف بورتريت وجزء تاني اعمله لاندسكيب وطبعا الحكاية ديت بتلخبط ناس كتير جدا وفي ناس يعني بتلجأ ان هما بيخلوا الملف كله اه بورتريت او كله لان هو مش عارف ازاي يغير ما بين الصفحات انا بوريكو دلوقتي ازاي اعمل صفحة اخليها بورتريت بالطول وفي نفس الملف الصفحة اللي بعدها اخليها بالعرض لو انت محتاجي يعني هنبدأ مثلا نعمل هنا هو كنترول انتر دخلنا في الصفحة التانية اهو عايز الصفحة دي او اللي انا بعمله ده يكون هنا هو طبعا انا لو دست لاندسكيب زي ما انت شايف الملف كله تحول بقى بالعرض وده مش اللي انا عايزه انا عايز الجزء ده بس هو اللي يكون بالعرض هعمل ايه هنروح هنا هوت اللي هي السهم اللي لتحت دوت واللي هي الخيارات المتقدمة تمام ونروح هنا هوت لي البورتريت هاي زي ما انت شايف تمام ونختار تحت هنا هوت تمام هنا هوت هؤلنا جزء التحت اللي انا هيكتر فوق واختر وتحت على النص اللي انا عامل عليه لايت او اللي ما اختاره زي ما انت شايف العرض زي ما انت شايف وفي صفحة دايما بتبقى زيادة بمساحة مساحنا الصفحة الزيادة وخلص زي ما نشايف الجزء الفؤاني هو ده اسمه بورتريت والجزء التاني اسمه ودي طبعا مفيدة جدا لو انت عايز تعمل مسلا تابل اه يكون مسلا عدد الكولونز بتاع التابل دوت كبير جدا يعني عايز تعمل مسلا اه جدول يكون فيه حداشر او اتناشر عمود فطبعا مش ينفع يتعملوا بورتريت فتضطر لازم تعمله لاندسكيب عشان تقدر تكتب فيه الجدول ويكون المساحة كافية ليه عدد الكولونز او عدد الاعمدة الكبير اللي انت عايز تضطها ففي الحالة دي بتعمل الجدول في لاندسكيب وباقي الملف يفضل زي ما هو بورتريت دي كانت الجزء ديت وياريتها تكون واضحة طبعا سيبوا لنا في التعليقات اي حاجة مش واضحة ياريت اه تكتبوا لنا ولو ما فيش حاجة واضحة نقدر ان شاء الله نوضغها في الفيديو القادر بإذن الله اما هنا في بنخش نهوت في نلاقي حجم الصفحة نفسها وهنا زي ما انت شايف في احجام مختلفة يعني هنا مثلا تمانية ونص انش اللي هي البوصة في اه حدواشر هنا هو التمانية ونص فاربعتاشر طبعا اه انت بتختار حسب اه الصفحة وحسب المحتوى بتاع كل صفحة يعني عندك الا افايف والا فور والبي فايف حسب الصفحة اللي انت عايز تطبع عليها تختار الخيار اللي ياجبك حسب حجم الصفحة وحسب اللي انت عايزه او المستخرج بتاع الورقة اللي انت هتطبع عليه ده كان بالنسبة لحجم الصفحة طبعا تقدر تغير حجم الصفحة برضو من هنا هو ان انت تقدر تسحب اهو تقدر تسحب ديت او زي ما انت شايف المصطرة اللي فوق تغير بها حجم الصفحة يدويا لو انت عايز حسب اه اللي انت محتاجه في الصفحة بتاعتك ده كان بالنسبة للصيز هنا هو يعني لو انت عايز تغير الكلام وتعمله على شكل اه اعمدة هنغير مسلا هنا تمام وبنعمله زي ما انت شايف الجزء اللي انا علمت عليه تحول الى عمودين جنب بعض بيخلص هنا البراجراف وهو يخش في البراجراف التاني في العمود اللي اقصاده ده لو انت اخترت خيار وممكن انت تعملها هاو دي ما انت شايف بقوا تلات اعمدة تمام وممكن تختار الليفت مسلا يبدأ العمود من ناحية اليسار مسلا تعمل العنوين في ناحية اليسار والكلام اللي هو الشرح بيكون ناحية اليمين او العكس اليمين هو اللي فيه العنوين والليسار يكون هو اللي فيه الشرح اهو زي ما انت شايف هنا مسلا ممكن تكتب العنوين على اليمين والشرحات بتكون على اليسار حسب طبعا اللغة اللي انت بتكتب بها وحسب اه اه الشكل اللي انت عايز يطلع به الملف الاخر وبعد كده بنرجع هو التاني زي ما كان اهو كانها عمود واحد فقط ده كان بالنسبة لآآ قيمة كولونز تخش بعدها كده في البريكس هنا هوت بقى آآ جزية دي مهمة جدا لازم تتعرف عليها ازاي تعمل فواصل ما بين الصفحات يعني على سبيل المثال هنا هوت ده زي ما انت شايف براجراف طويل جمعة من البراجرافات الطويلة بدون يعني اللي انا اكتبه هنا ممكن يخش في الصفحة اللي بعدها حسب حجم الكلام طيب لو انا مش عايز ان الكلام يخشه على الصفحوات يعني مثلا مهما زودت هنا ما يخشش في الصفحة التانية اللي هي دي مسلا يعني يفضل دايما في صفحة وبعد كده زي 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 تبع نفس الصفحة والصفحة التانية باخش بقف هنا هوت زي ما انت شايف وبعملเอفي برايك اغوف نهوا وأعمل كده انا اسمت ما بين الصفحة دي او الصفحة دي يعني الصفحة دي لو رقم واحد مثلا الصفحة دي هتبقى رقم اتنين طيب لو المساحة انهوت زاد عدد الكلمات زاد مش هيخش على الصفحة التانية ولكن هيعمل صفحة جديدة بس هتفضل الصفحة التانية اهو انا كبرت زي ما انتشايف اهو وفضلت الصفحة التانية زي ما هي الفاضية اللي احنا عملنا عندها البتج بريك بحيس ان تفضل دايما الفواصل ما بين الصفحات ما تتغيرش اهو مهما زودت اهو في الحجم مش هيخش في الصفحة الفاضية اللي وراها اهو بيفضل الصفحة الفاضية اللي وراها زي ما انتشايف اهو بتفضل فاضية لان انا عامل هنا صفحة فاضية وبتخش بعد كده في الجزء اللي احنا عملناه ده كان بالنسبة لجزئية دلوقتي بنخش على القائمة اللي بعدها واللي هي يعني ان انت تقدر تحط اه ارقام للسطور هنعلم مسلا هنا على سبيل المسان ونحط ارقام زي ما انتشايف تختار هنا اول خيار يعني اه ارقام متتالية لحياة نهاية الملف زي ما انتشايف تمام وهنا هو تهلم ان فيه بريك مع البريغراف فبيوقف تمام هنا هو تبقول لك الارقام بتبدأ مع بداية كل صفحة يعني لو هنا مسلا في اتنين وعشرين اهو لو جينا علمنا كده هنلاقي ان هو في الصفحة الجديدة لما بيشوف فيه صفحة جديدة بيعمل ايه بيعمل لواحد وهو زي ما انتشايف اهو بدأ الصفحة جديدة بواحد اتنين ده بالنسبة تمام تقدر طبعا تشوف بقية الخيارات تمام وهي خيارات بسيطة جدا بالنسبة لترقيم السطور وهنا اللي هي سابريس يعني هنا بتوقف لو جيت في مكان معين ودست عليه هنا هو سابريس هتلاقيه بيوقف لك الترقيمة هو شال على طول الارقام مجرد ما دست على سابريس طيب هنا ان انت زي ما هنا هو لما تلاحظ السطور بتنتهي بكلمة تمام طيب هنا هو يقدر يحط لك ويقسم لك الكلمة جزئتين يعني مسلا على سبيل المسال نشيل اول النامبر اللي احنا حطناها فيش دعمينها دلوقتي اهو هنعلم هنا وندوس نشوف اوتوماتيك هايفينيشن شوف هنا هو هتلاحز ايه اهو تعالى كده مسلا الكلمة دي زي ما انت شايف هيا هتلاقي ان هي كلمة واحدة اصلا في الاساس ولكن هو اسم الكلمة وخط الهايفين تمام اهي في ناس بتحب ان هي تكتب بالطريقة دي ان هو ما ايه يقسم الكلمة عادي جدا وفي ناس اه يعني ما يفضلش ان هما يفعلوا الهايفينيشن فكل واحد وحسب الخيارات بتاعته ده بالنسبة للهايفينيشن طيب بنخش بقى للي بعدها برضه هاو ممكن نلغي الهايفينيشن نعمل دي شيء ونن اهو رجع لي ايه التكست اهو بينتهي بكلمة حسب ما انا اخترت مش بينتهي بهايفينيشن ويقسم الكلمة طيب نخش في اللي بعدها اللي هي الازاحة ودي اتكلمنا عنها في المينيشن اللي قبلها بتاعت الديزاين هنا هاوة اهي بتدوس هتلاقي بيعمل ازاحة تمام للمكان اللي انا واقف عليه يعني هنا هاوة لو تدوس اهوة زي ما تشايف بغير الرقم فبيعمل ازاحة من اليسار طيب وهنا هتلاقي بيعمل ازاحة من اليمين تمام وهنا بقى قبل البراجراف وهنا بعد البراجراف ده كان بالنسبة لموضوع الاندنت او الازاحة واشكالها طيب نخش في القائمة اللي بعدها وهتلاقيها غير نشطة ليه غير نشطة لان هي متعلقة او الاشكال او الحاجات اللي انا بحطها مسلا لو جداول او كده طيب نجي نعمل مسلا لشكل ونشوف هننسرت هنا مسلا ادي شكل اهو ننزل ده تحت شوية ده شكل اهو مسلا وهنا ممكن نعمل لشكل تاني ونروح على ونعمل مسلا شكل تاني اهو طيب هنلاقي هنا هوت بقى نرجع تاني لقائمة زي ما تشايف اصبحت القائمة هنا متنشطة طيب هيقول لك هنا زي ما تشايف بيغير لك موقعها في او موقعها في الصفحة او مدين ما بتروح حسب تاختيار هنا هوت مسلا في منتصف الصفحة لو شنا دي مسلا هنلاقي هنا ايه عايزينا في منتصف الصفحة جتلينا هي اوتوماتيك في منتصف اه الصفحة ده كان بالنسبة متعلقة بالأوبجيكتس او الكوائن او الكائنات او الجداول اللي انت عايزتي تغير موقعها في الصفحة تمام هنا الراب متعلقة بالتيكست تمام وبرضو موقع التيكست مع الشيب اللي انا خطه او اللي انا خطه يعني لو جينا رفعنا مسلا التيكست شوية اهو مسلا عايزين نجيب التيكست اللي نزلنا تحت اهو اهو ونبدأ نشوف الخيارات هنلاقي هنا هو تخيارات برضو كتيرة متعلقة بوجوده مع النص اهو تمام يعني لو جينا خطناها مسلا فوق النص اهو مسلا تلاحظ ايه ان هو هنا بيقسم النص طب نشوف باية الخيارات اهو زي ما انت شايف بيقلل المساحة ما بين النص والأوبجيكت اللي انا خطه هنا هو زي ما انت شايف حط لك التيكست فوق الاوبجيكت او فوق الشكل اللي انا خطه اهو خلاه يعني هو خلاه في الامام وهنا تقدر تعمل يعني لو دوسنا هنا بتلاقي ايه اهي تقدر تحدد بالزبط مكان وجود التيكست يعني كده بتنقل كأنك بتنقل حاجة تمام ده كان بالنسبة لخيارات مع وجود اوبجيكت او مع وجود كائن في اه اه فوسط التيكست طيب هنا هوت برضو اه اه طيب دي هنا هوت هنحتاج نحط شاكلين عشان اوريك بالزبط الفرق في دي انا هنكرر ده مسلا اهو كده هم شاكلين تمام ممكن ندي له لون مسلا عشان نغيره في السريع كده ونبقى عارفينهم من بعض تمام نخليه مسلا هنا اصفر طيب نبدأ بقى نرجع لللي اوت ونشوف هنا هوت يعني هنا مسلا اهو تلاحز ايه ان الاصفر فوق طيب اقول له تمام اعايزها اخليها اهو باك رجعتها باك تمام العبداء عايز اخليه هو اللي باك اجي نهوت واقول له باك خليت الازرع هو اللي باك فده بيتحكم لك في اه ايه هو اللي يكون ظاهر قدامه ايه هو اللي يكون ظاهر في الخلف ده كان بالنسبة للأوبجيكت طيب نخش في اللي بعدها اللي هي السليكشن بان السليكشن بان بص اول ما دست عليها ظهر لك انه هوت بان او زي اطار خارجي بيعرفك انت يوقف على ايه في السليكشن يعني اوقف هنا وبص هنا هتلاقي فيه علامة عين ظهرة طيب لو انا دست على علامة العين ديت اختفى الشكل اهو ده السليكشن بان يعني انت بتحدد هتختار ايه انا دي سين هو على الازرق مثلا هنا هتلاقي فيه هايلايت على الازرق لما دست هنا هوت خفيت الشكل الازرق وهنا برجعه تاني دي كان اللي هو السليكشن بان في قائمة طبعا والالاين دي خدناها قبل كده برضو اللي هي بتعاد رفق اه ازا كان تعمل للسطور على اليمين وعلى اليسار وعلى ازا كنت تعمل يعني بدون اي يمين او يسار ده كان كله اه ذكرناه قبل كده ده كان نظرة سريعة لقائمة ارجو ان انتوا تكون استفدتم بشرح النهاردة وياريت ما تبخلوش علينا بلايك ويسبسكرايب في القناة واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة مفيدة ليكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله